مصر لسه بتحكي حكاية وطن حكاية وطن قدر أنه يحول الظروف الصعبة إلى تحدي وتنمية ومشروعات عملاقة في كل القطاعات اهتمام كبير جداً وتفاعل من كل الناس بمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز واللي بيستعرض المشروعات الاستراتيجية والتنموية والخدمية كمان اللي اتحققت خلال السنوات اللي فاتت عشان يكون عندنا بيئة وعدة للاقتصاد والاستثمار سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنال أكيد يا شازلي فيه تركيز على مشروعات البنية التحتية لأنه مش حيبقى فيه استثمار من غير بنية تحتية حقيقية لأي دولة وكمان ده اللي بيحدد ترتيب التنفسية العملي العالمية بين الدولة وده اللي بيتحدد طبعاً وفقاً لجودة البنية التحتية لأنه ما فيهش مستثمر حييجي لدولة ما عندهاش مواني كويسة ما عندهاش طريق كويس ما عندهاش طاقة تقدر توفرها للمصانع عشان تقدر تنتج وتشتغل ده الملف اللي اشتغلت عليه الدولة المصرية وهتمت بشكل كبير جداً فيه وركزت على المشروعات اللي بتضع مصر على رأس خريطة الاستثمار في المنطقة نجي بقى النقطة مهمة جداً وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهيات الصغر باهتمام كبير من الدولة وواضح في إنشاء جهاز لهذه المشروعات اسمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهيات الصغر هذا الجهاز مهم جداً لأن هذه المشروعات هي عامل أساسي في نمو الاقتصاد وبتوفر فرص عمل بتزود الانتاجية كمان بتشجع الشباب على فتح مجالات للاستثمار والتصنية وعشان كده تم إنشاء 17 مجمع صناعي تم توزيعهم على 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة صناعية أكتر من نص الوحدات دي بالمناسبة موجود في وجه إبلي عشان كده التنمية والمشروعات الانتاجية وصلت بالفعل لكل مكان في مصر كل دي محاور مهمة اتكلم عليها مؤتمر حكاية وطن اللي بيعتبر توثيق وتسجيل لإنجازات الدولة المصرية على مدار السنين اللي فاتت المصريين عرفوا حقيقة اللي شافته مصر من مشروعات تم إنجازها تمت في وقت قياسي النهاردة على مدار الحلقة هنكمل معاكم حكاية وطن ونصبح على حضراتكم صباح الخير يا بص